مرحبا بكم معنا في دار المقاول للتجارة وفا بونك اليوم سنرى كل ما يتعلق بالنظام المقاول الذاتي عندك فكرة مشروع وبغيت تحقو؟ عايتي من الخدمة في القطاع غير مهايكل وبغيت تولي تخدم في القطاع المهايكل؟ بغيت تولي عامل مستقبل؟ ووش نتم هتم بعالم المقاولات؟ الى حسيتي برسك معنى بهذه الأسئلة؟ اوارى النظام المقاول الذاتي هو اللي خاصك فشنو هو هاد نظام المقاول الذاتي؟ النظام المقاول الذاتي هو واحد إطار قانوني اللي تم وضعه عن طريق قانون رقم 14-13 اللي متعلق بهذا النظام وهادشي في سنة 2015 هاد النظام كيمكن اي شخص سواء كان مغربي او لأجنبي مقيم بالمغرب وحاصل بطبيعة الحال على بطاقة الاقامة انه يزاول النشاط ديالو ويأسس المقاولة الذاتية ديالو بطريقة جد مبسطة لكن بطبيعة الحال باش مكلك تستافد من هاد نظام دي المقاول الذاتي كينا مجموعة من شروط اللي خاصك ولا بود تحترمها فشنو هي هاد الشروط اللي خاصك تحترم باش تقدر تستافد من نظام مقاول ذاتي خاصك ياي ما تكون كتزاول نشاط تجاري صناعي او لاحرفي او انك تكون كتقدم خدمات بمعنى اخر خاصك ياي ما تكون كتبيع منتوجات او لا كتبيع خدمات ولكن رد البال سواء كنتي كتبيع خدمات او لا كنتي كتبيع منتوجات خاصك ولا بود تحترم الجوج ديال الحويج مهمين الحاجة اللولة هي انه خاصك ولا بود تزاول نشاط ديالك بشكل فردي يعني اع تتخ انديفيدويل اي انه ميمكن لكش تعين اجير او لا عدة اجراء اي دي صالاغي بش يعاونك في المزاولة ديال نشاط ديالك الحاجة الثانية خاصك ولا بود تحترم سقف رقم الاعمال السنوي اللي كيسمح به قانون رقم 114-13 المتعلق بالنظام المقاول الذاتي فإلا كنتي كتبيع منتوجات فرقم الاعمال السنوي اللي كتحقق ما خاصوش يفوت 500 الف درهم أما إلا كنتي كتبيع خدمات فرقم الاعمال السنوي اللي كتحقق ما خاصوش يفوت 200 الف درهم بالتالي فرقم الاعمال السنوي ما خاصوش نهائيا يفوت السقف المسموح به السؤال اللي كتحنايا هو شنو يقدر يترى إلا تجاوزتي سقف رقم الاعمال السنوي المسموح به إلا لمدة عامين متابعين تجاوزتي رقم الاعمال السنوي المسموح به فغادي تم تشطيب عليك من السجل الوطني للمقاول الذاتي أي أنك ما غاديش تبقى مقاول ذاتي ولكن بالاتبادة شنو هو السجل الوطني للمقاول الذاتي؟ السجل الوطني للمقاول الذاتي هو واحد السجل كيحتوي على جميع أسماء المقاول الذاتيين اللي كيزاولوا النشاط ديالهم في المغرب وهذا السجل كي تواجد عند بريد المغرب واللي خاص كذلك تعرف هو أن السجل الوطني للمقاول الذاتي ما كيحتويش فقط على تجيل أو على تقييد ديال المقاولين الذاتيين ديكلين في المغرب فهو كذلك كيحتوي على إعادة تجيل ديالهم وتشطيب عليهم وكل مقاول ذاتي مسجل كيكونوا مقاولين عليهم مجموعة من المعلومات بحال مثلا الجنسية دياله تاريخ مكان الزديد المستوى الدراسي دياله الحالة العائلية دياله يعني واش عازيب أو لمجواج أو لمطلق العنوان ديال المكان اللي غادي يزاول في النشاط دياله وغيرها من المعلومات دهبا من اللي ضبطناها ديال المعلومات فالسؤال اللي غادي نطرحوه هو شنو خاصك تدير في حالة ما إذا كنتي باغي تستمر في المزاولة ديال النشاط ديالك وخاط جاوسي سقف رقم الأعمال السنوي لمسموح به اللي خاصك تعرف هو أنه باش تقدر تستمر في المزاولة ديال النشاط ديالك خاصك ولا يبود أن نتاقل من النظام المقاول الداتي إلى إطار قانوني آخر بحال مثلا شريكة ديال مسؤولية محدودة أو للي كنعرفو كاملين بسميت إيسا عيغال بسوسيتي أغيسبونسابيتي ليميتي بالتالي ما يمكن لكش نهائيا أنك تستمر في الاستفادة من النظام المقاول الداتي ونزيدك الانتقال من النظام المقاول الداتي إلى إطار قانوني آخر كيتم بشكل تلقائي أي أن النشاط ديالك ما غديش توقف يكفي فقط أنك تقوم بطلب تشطيب عليك من السجل الوطني للمقاول الداتي وتقوم كذلك بجميع الإجراءات اللي متعلقة بالإطار القانوني جديد اللي اختاريتي لكن الانتقال من مقاولة تقليدية بحال مثلا أني سايغال إلى مقاولة داتية أي الستاتيو للوطن تخبخناه ما كيتمش بشكل تلقائي بالتالي إلا كنتي كتزاول نشاط ديالك في إطار مقاولة تقليدية كشخص داتي أو لك شخص مانوي أي عندك شركة تجارية ديالك فخصك ولا بد تقوم بإنهاء النشاط ديالك قبل ما تقوم بتسجيل في السجل الوطني للمقاول الداتي دابا من اللي ضبطنا على المعلومات فشنو هي الأنشطة اللي مكلك تزاولها في إطار نظام المقاول الداتي أولا بطريقة أخرى واش بصفتك مقاول داتي عندك الحق أنك تزاول النشاط اللي بغيتي اللي خصك تعرف هو أنه كان جوجة اللوائح اللي تم تحديدهم عن طريق واحد مرسوم خرج في سنة 2016 اللائحة الأولى هي لائحة كتحتوي على جميع الأنشطة اللي مكلك تزاولها في إطار نظام المقاول الداتي بحل مثلا صنع الخبز والحلويات تجارة أجهزة الاتصال بالتقصد خدمات الدعم المدرسي وغيرها من الأنشطة اللائحة الثانية هي اللائحة اللي كتحتوي على جميع الأنشطة اللي مكلكش تزاولها في إطار نظام المقاول الداتي بحل مثلا مكتابة أو لا الإنعاش العقاري أو لا المحاسبة وغيرها من الأنشطة إلا بغيتي تكون عندك فكرة مدققة أكتر على جميع الأنشطة اللي مكلك تزاول واللي مكلكش تزاول في إطار نظام المقاول الداتي فيمكلك تطلع على هاد لوائح بجوج في الموقع الإلكتروني ديال نظام المقاول الداتي اللي هو www.ae.gov.ma أكيد غادي تكون كتسائل واش يمكنك تزاول عدة أنشطة في دقة واحدة في إطار نظام المقاول الداتي فالجواب على السؤال جالك هو A يمكنك فاللي خاصك تعرف هو أن القانون كيسمح ليك أنك تزاول عدة أنشطة في نفس الوقت في إطار نظام المقاول الداتي بشرط أن هاد المزاولة ديال هاد الأنشطة تم في إطار مقاولة داتية واحدة وأنك تحتارم ثقف رقم الأعمال السنوي المسموح به معنى آخر خاص يكون رقم الأعمال السنوي المحصل عليه ما كيفوتش السقف المحدد للنشاط الرئيسي أي النشاط اللي كتزاول بشكل رئيسي أو لا يكون رقم الأعمال السنوي المحصل عليه في كل من الفئتين ما كيفوتش سقف الأقصى محدد لكل وحدة من هالفئتين ندوزو دابل واحد سؤال اللي احتوى مهم بزعف واللي قدر يتبادر في الدين ديالك واش يمكنك تستفد من نظام المقاول الداتي بحالة ما إذا كنت موظف أو لا أجير فهنا اللي خاصك تعرف هو إذا كنت أجير أي صلاغي فيمكنك تستفد من نظام المقاول الداتي أي أنك يمكنك تكون صلاغي ومقاول الداتي في نفس الوقت فما كن حتى شي حاجة في القانون اللي كتمنع هذا الشيء أما إذا كنت موظف أي فنكسونير فما يمكنك تستفد من نظام المقاول الداتي بمعنى آخر أنه ما يمكنك تكون فنكسونير ومقاول الداتي في نفس الوقت فالقانون كي منها هادشي وكي عقبالي ندوزوا دابع للخطوات اللي خاسك ولا بودة تبعا إلا بغيتي تستافد من نظام المقاوي الداتي الخطوات جد بسيطة وسريعة خاسك أول حاجة تكون ملف طلب تسجيل في السجيل الوطني للمقاوي الداتي اللي خاسكون كيحتوي على الوطائق التالية أول وطيقة هي استمارة التسجيل القبلي في السجيل الوطني للمقاوي الداتي هاد الاستمارة هادي متوفرة للموقع الالكتروني www.rn.ae.gov.ma خاسك تأمر هاد الاستمارة تأمخي ميها وتوقع لها مجرد ما كتأمرها وكتوقع لها فهناك تكون قمتي بسجيل مسبق في السجيل الوطني للمقاوي الداتي الوطيقة التانية هي نسخة من البطاقة الوطنية ديالك إلا كنت مواطن مغربي أولا نسخة من بطاقة الإقامة ديالك اللي كتكون مازال صلحة إلا كنت أجنابي الملف ديالك خاص يكون كذلك كيحتوي على صورة شمسية خاصة بك وأخيرا تصريح التأسيس اللي كتنص عليه المادة 148 من المدونة العامة للدرائب هاد تصريح هذا يمكن لكم تلقاوه في الموقع الالكتروني ديال المدرية العامة للدرائب www.tax.gov.ma من بعد ما تكون جمعتي هالوطائق كاملة اللي تكلمنا لها وتكون بالتالي كونتي الملف ديالك فهنايا خاصك تدي الملف ديالك عند البنكة من البنوك المشاركة المغرب المقاولة الصغرى والمتوسطة أي عند بانك بارتناير ديال مغوك بيم مجرد ما كيتقبل الملف ديالك فغادي تم تسجيل ديالك النهائي في السجيل الوطني للمقاول داتي ودير في بالك أنه في حالة إلا ما بقيتش بغي تكون مقاول داتي فالمراحل اللي خاصك تبعه باش تخرج من هالنظام بسيطة بحالة بحال المراحل ديالك قياد يكفي أنك تمشي الموقع الإلكتروني www.rn.ae.gov.ma تعمر طلب تشطيب عليك من السجيل الوطني المقاول الداتي تأمبرمه وتتينيه وتحطوه عند وكالة من الوكالات تابعة البريد المغرب وبطبيعة الحال خاصك تخلص جميع الواجبات الجبائية لليك دابا من اللي تقيت في سجيل الوطني للمقاول داتي السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش يمكنك تبت الزبناء والموريدين ديالك بإنك مقاول داتي اللي خاصك تعرف هو أنه بمجرد ما كيتم تسجيل ديالك نهائي في سجيل الوطني المقاول داتي غادي تاخد واحد البطاقة اللي كتسمع بطاقة المقاول داتي واللي يمكن لك من خلالها أنك تثبت الهوية ديالك كمقاول داتي خلال المزاولة ديالك النشاط ديالك ونزيدك بالإضافة على الحصول على بطاقة المقاول داتي فغادي تحصل كذلك على رقم تعريف الموحد للمقاولة أولا اللي كنعرفه كاملين باسمية لسي واللي كيمتل في نفس الوقت الرقم ديالك في سجيل الوطني المقاول داتي غادي تحصل كذلك على رقم تعريف الضريبي عند الإدارة العامة للضرائب وأخيرا على رقم تعريف الضريبة المهنية ونزيدك واحدة المعلومة مهمة جدا واللي خاصك تعرفها واللي هي أنه منذ يونيو 2019 صبح بإمكان المقاولين الداتيين أنهم يشاركوا في الصفقات العمومية أي في المخشي الببليك إضافة على هذا الشيء فالمشروع المقترح من طرف المقاولة الداتي غادي تكون عنده الأسبقية في حالة إذا ما تعادل مع العروض لقدمتها شركات أخرى منافسة دا بندوز الواجبات اللي غادي خصك تحترمها بصفتك مقاول داتي إضافة إلى احترام القوانين الجاري بها العمل في إطار الممارسة ديالك النشاط ديالك والشروط اللي تكلمنا لها من قبل غادي خصك تقوم بتصريح كل الشهور برقم الأعمال اللي حصلت عليه مثلا تصريح برقم الأعمال اللي حصلت عليه في شهر أفغيل ماي وجوان خاصك تقوم به في جوية وهد الصريح خاصه يتم بطريقة إلكترونية على الموقع الإلكتروني www.ae.gov.ma يكفي أنك تدخل على الحساب ديالك الخاص وتأمر نموذج التصريح وبطبيعة الحال نزهد الصريح كتديرو باش قدر تعرف شحل خاصك تخلص في الضريبة على الدخل لا يمكنك تخلص الضريبة على الدخل المستحقة يما بطريقة إلكترونية أو عن طريق إذا النموذج اللي أمرتي عند الوكالة البنكية لحل عندها un compte bancaire بصفتك مقاول داتي وكتخلص الضريبة اللي عليك فعيل مكان والسؤال اللي كيتطرح هنا يا شنو يقدر يطرح في حالة إلا ما قمتيش بالتصريح في حالة ما إذا ما قمتيش بالتصريح في الوقت المحدد دياله فغادي تكون ملزم أنك تخلص جزاءات تأخير اللي كتكون القيمة ديالها هي 100 درهم زائد 5% من رقم الأعمال المحصلة عليه على كل شهر تأخير وفي حالة ما إذا ما قمتيش بالتصريح لمدة سنة كاملة باستثناء السنة اللي قمتي فيها بالتشجيل أو بإعادة التشجيل فغادي يتم تشطيب عليك من السجيل الوطني للمقاول داتي إضافة إلى أداء جزاءات التأخير ودبعا ندوز المزايا لكي من حالك نضام المقاول داتي نضام المقاول داتي كي منحك مزايا متعددة واللي هي نضام جبائي مبسط خاص بالضربة للدخل فكالقاو 1% بالنسبة لتقديم الخدمات و0.5% بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية الإعفاء من الضربة على القيمة المضافة الإعفاء من تسجيل في سجيل تجاري الحصول على بطاقة المقاول داتي إمكانية إصدار فواتير من أجل الزبناء ديالك إمكانية العمل من المنزل ديالك في حالة إلا كنتي كتواجه مشاكل مادية كتتقلق بالنشاط اللي كتزوله فما غاديش يتم الحجز على محل السكن الرئيسي ديالك الإعفاء من مسك المحاسبة والاستفادة من العروض المميزة اللي كتقترح عليك البنوك لمشاركة المارك بيم بلا شك أنك تسائل على التغطية الجماعية والصحية فاللي خاصك تعرف هو أن قانون 114-13 كيشير بشكل واضح إلى أن المقاول الداتي غاديستفد من نظام التغطية الجماعية والصحية خاص به لكن في انتظار هاد النظام غاديستفد المقاول الداتي من نظام التغطية الصحية والاجتماعية اللي خاص بالعمال المستقلين وذلك منذ سنة 2018 السنة اللي يدخل فيها حيث تنفيذ قانون رقم 8-9-15 اللي متعلق بالتأميل إجباري على المرض وقانون رقم 3-9-15 اللي كيحدث نظام معاشات لفائدة العمال المستقلين فاشنو اللي خاصك تدير باش تستافد من هاد التغطية باش تستافد من هاد التغطية غاديخصك نخارط الصندوق الوطني للضمال الشماعي لعسين اساس ودبا في ظل هاد الأزمة الصحية اللي كنعيشوها أكيد كتساءل شنو هي التغيرات اللي عرفها نظام المقاول الداتي اللي خاصك تعرف هو أنه كل شروط اللي خاصك تحترمها وكل خطوات اللي خاصك تبعها باش تستافد من نظام المقاول الداتي بقاسك ما هي وما تغيرتش ونفس الشيء بالنسبة للمزايا اللي كيوفرها لك هاد النظام فاشنو الجديد؟ الجديد هو أنه صندوق الضمال المركزي السي سي جي سدرات واحد الآلية دي الضمال قروض البنكية لمنوحة للمقاولين الداتيين هاد الآلية هدي كتحمل الاسم دي الضمال مقاولين الداتيين كوفيد 19 أما بنسبة لشكون هما المقاولين الداتيين اللي مكن لهم يستفدوا من هاد الآلية فهما هادوك اللي ما صبقش لهم لإستفادة من ضمان أكسجين واللي كتوفر فيهم شروط تالية خاصهم أولا يكونوا من خارطين في نظام المقاول الداتي بالتالي خاصهم يكونوا من سجلين في السجل الوطني المقاول الداتي ما يكونوش في وضعية توقف عن الدفع أولا في نسيتياشون دي سيساسون دي بيما ويكونوا وضعوا الإقرارات الدريبية ديالهم منذ أقل من سنة وإلى غاية 30 أبريل 2020 كحد أقصى الضمال اللي وضعوا صندوق الضمال المركزي غادي غطي القروض اللي غاتمنح البنك للمقاولين الداتيين اللي كتوفر فيهم شروط اللي اذكرناها والهدف من هالضمان هو تمكينهم من تغطية النفقات الضرورية اللي ما يمكنش تأجيلها وهذه هي المعلومات اللي يمتعل قبل القرد اللي يمكن المقاول الداتي أنه يطلبه في إطار هالضمان بالنسبة لمبلغ القرد فكيكون كي عادل 3 شهور من رقم الأعمال المصرح به في آخر إقرار ضريبي لكن دون أن يتجاوز هذا المبلغ السقف المحدد ألا وهو 15 ألف درهم بالنسبة لمدة القرد فهي كتعادل 3 سنين بما في ذلك سنة واحدة كمؤجل الاسترداد أما بالنسبة للضمانات فحتاش ضمانات ممطلوبة نسبة الفائدة هي 0% وتكلفة الضمان هي 100 درهم دون احتساب الرسوم وللإشارة فهالضمان يغطي نسبة 85% من أصل القرد ولكن رد البال كل مقاول ذاتي عنده الحق أنه يستفد من هذا الضمان مرة واحدة فقط ده بسؤال مطروح هو شنو خاص تحتوي عليه ملف طلب القرد هاد الملف خاصو يكون كيتكون من طلب القرد نسخة من بطاقة تعريف الوطنية وبطاقة المقاول ذاتي ونسخة من الإقرار الضريبي الأخير ووصل أداء الضريبة موضوع هاد الإقرار الضريبي وبطبيعة الحال فاش كتكون الملف ديالك غادي تحطو ديك ساعات عند الوكالة البنكية ديالك باش تلبنها القرد ودابا نختموه بمجموعة من نصائح نصيحة الأولى قبل ما تبدأ في اتباع الخطوات اللي غادي تمكنك من الاستفادة من النظام المقاول الذاتي غاستك ولا بودة تأكد من إنك تحتارم جميع الشروط المطلوبة اللي تكلمنا عليها وتأكد كذلك من إن النشط اللي بغيتي تزاول يمكن لك تزاوله في إطار نظام المقاول الذاتي وباش تأكد من هالشي يكفي إنك تطلع على اللائحتين اللي تكلمنا عليهم نصيحة تانية رد البال إنك ما تفوتش صقف المسموح به اللي متعلق برقم الأعمال السنوي واللي تكلمنا عليه حتى هو النصيحة الثالثة والآخرة دايما تأكد من إنك تقوم بتصريح الضريبة اللي إليك في الوقت المحدد جاله وكذلك إنك تخلص ضريبة على الدخل اللي إليك كانت منها تكونوا استفترون نصائح جناء وكنقول لكم إلى اللقاء